أسباب توقف الإنجاز المشروع في حديقة الياسمين هو عدم إبرام عقد التمليك من قبل دائرة عقارة الدولة لحد الآن بالرغم من أنه عقد اجتماع على مستوى عالي من قبل الأمانة يعمل جزراء وبحضور السيدة معالي وزيرة الاستثمار رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية وتم توجيه عقارات الدولة أنه خلال 30 يوم بإبرام عقد التمليك وحقيق هذا الاجتماع من شهر الخامس 2021 ويحن اليوم بالـ 22 ولم يتم لحد هذه اللحظة برام العقد والمشروع متوقف لذلك فإنه لابد من خلال هذه القناة إيصال هذا الصوت إلى أصحاب القرار وإلى دارة عقارات الدولة للعمل على إنجاز المشاريع الاستثمارية التي هي عائدة إلى دارة عقارات الدولة مع علم أن هذه كافة المشاريع هي تعاد يعني ترجع بعائدتها إلى عقارات الدولة وكذلك نحن الآن لدينا مشروع آخر متوقف لمير النور هو مشروع اسمنت واسط المتوقف مع عقارات الدولة لذلك من خلال هذه القناة وإيصال هذا الصوت إلى أصحاب القرار ونحن على استعداد بتسجيل كافة الإجراءات علما أنه الإجراءات الإدارية والقانونية من خلال دوار المحافظة وكذلك من خلالها يتستثمار مستكملة ولا يوجد في المحافظة سوى أنه مخاطبة الدوار المالكة لإكمال هذه العقود ونحن بانتظار الإجابة ونتمنى إن شاء الله أن تكون الإجابة بسرعة وأكمال هذا المشاريع لأنها تعتبر مردودات كبيرة إلى محافظة واسط إضافة إلى أنه تحل أزمة كبيرة في السكن في محافظة واسط باعتبار هناك كثير أزمة في سكن في محافظة واسط إن شاء الله لدينا مشاريع قادمة نعمل من كافة الدوار ومنها عقارات الدولة أن تعمل على تسهيل الروتين بالنسبة للمستثمر لأن هذه أصحاب رؤوس أموال لابد أن نعمل على تسهيل عمل المستثمر بأقصى الدرجة حتى يكون تشجيع المستثمر في محافظة واسط أموال كلا لديك رجائك يعني نستثمر بعض الهدارة حتى يتحاسب